السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو اليوم ان شاء الله نشارك معكم طريقتي في تحضير شوار ما ديال الجاج كجيغ غزالة بزاف اللي ده حسن من ديال مطاعم ونشارك معكم كذلك الصلصة ديال التوم اللي كتكون مرافقة لشوار ما ديال الجاج وكي تعطيها واحد من نكحة غزالة بزاف المكونات جدا بسيطة وسهلة ونطوش لكم دوز مباشرة المكونات في طريقة تحضير فغدا ناخد واحد البول خمسمية جرام ديال سدر جاج مقطع أصابي عرقيقة ومغسول لنضيف عليه ملاقة كبيرة توم باودر معلقة كبيرة بزار ومعلقة كبيرة بسكينجبير ومالحة وربعة المعالقة كبارين التوابل ديال شوار ما المنسبة توابل ديال شوار ما فهو هل فلفل اسود معلقة ديال قصبر كمون معلقة ديال تحميرة ومعالقة ديال الكاريت خلطهم كيعطيكم التوابل ديال شوار ما نضيف 4 كاس زيت زيتون و جمعاء القكبارين و كاس يوغورت طبيعي و عصير نصف حامضة و نخلطهم جيدا و نغطي على الدجاج و نخلي أقل حاجة ساعتين يترقض في الترقيدة و فوق نار متوسطة نعمل المقلة نضيف الدجاج بعد ترقض ساعتين و نخليه يطيب على نار متوسطة مع التحريك المستمر لحتى الترقيدة نضيف دجاج و نضيف لما و زيت تتشي حاجة كافية هذه المرحلة ممكن ندخلها الفران و لكن انا كنفضلا ندخلها على البطلة ساعتكم نفس النتيجة فكيف كتشوفوا معي هنا هو تشرب السوس اللي كانت فيه و غد نخلي مازال يحتى يتشربها تماما و اصبح اللون دي الجاج عندي مقرمل او لم بحلقه تشوفوا معي في الفيديو نضيف طريقة تحضير السوس ديال التوما بعد ما وجدت المطيشة و الكورنيشو و البصلة نخليهم على الجن و نحضر دابة معكم السوس ديال التوما سوف نأخذ الخلاط و نعمل فيه جوج فو السوس ديال التوما مع عصير نصف حامضة مع جوج المعالقة القبارين ديال المايونيز و جوج المعالقة ديال الطاحنة و نخدم عليهم الخلاط و كي تكون عندي السوس ديال التوما و اجدا ممكن تحتاخذوا بها في تلاجة مرحبا و أرى المورة سوف نحضر المقبل و اهدا سوف نحضر الدخول و حionar تثني و نحضر الدخول بما أرى تحضر الدخول و تحضر الدخول و هو القوام و ماذا تدعيم سوف تحتاجه و طريقة اللف الدخول ندهن الخبز العربي و ندهنه بالصوص الذي حضرنا و نملفق منها الكورنيشو و شرائح البصل تكون رقيقة و شرائح الماطيشة حتى يكون رقيقة و نزوله بالماطيشة للزرعة و نرفق منهم ججاج و باش تجيني و النكهة ديال الشوارمة لديدة بزافة نضيفه واحد المكاون اللي هو دبس الرمان كي يجي غزال بزافة ديال الحموضة ديالتوك تضيف واحد المعداق رائع للشوارمة فك نلفها من الجوانب هم الأولين و من بعد كرجع نلفها كي بطريقة اللي شفتم معي باش ما تخرش عندي الحشواء من الجوانب اللي نديرها في الالة ديال القانيني و خليتها تقريبا واحد شوش و لتلتقائي قبل ما تقارمش عندي الخبز العربي وهذا هو الشكل ديال الشوارمة بعد ما قطعتها ما شاء الله كتجي رائعة لديدة بثاف مكونات سهلة طريقة بسيطة اللي اعتمدتوها و المراحيل غدا جيكم بحل ديال المطاعم و ما زقوش تبشي و المطاعم باش تاكلوها اتولي و تخدموها في و متأكدة غدا تعجبكم انا رفقتها بالعاصر ديال اللاح و البطاطا فريت والصوص ديال التومة باش اللي بغا عاودي يزيد اكسترا صوص تكون عندو فنتمنى الفيديو ديال نو يملنا الاعجاب ديالكم اللي كانت هذه اول مرة كتزوروا القناة ما تنسوش ضغطوا لزر سبسكراب الاششراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد كنزل في القناة كان هذا هو احسن تعليق من الفيديو السابق كان بارتاجي معاكم تعليقات ديالكم اللي بغا يشوف تعليق دياله وتخليلي تعليق اسفل الف الفيديو كان اختار احسن تعليق وكان بارتاجي في الفيديو القادم شكرا مزا فالحسن مشاهدة وحسن مسابعة نشوفكم ان شاء الله فيديو قادم بحول الله